إيران فاجأت واشنطن والمجتمع الدولي بإضافتها لعدد من أجهزة الطرد المركزية وذلك من أجل تسريع عملية تخصيب اليورانيوم بشكل أكبر وهذا خلل الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الخارجية الأمريكية تتحدث عن طبيعة صبرها وما تبقى من صبرها تجاه إيران وتجاه هذه المخالفات المستمرة من إيران تجاه الاتفاقية النووية بحسب وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المجتمع الدولي الآن إذا ردنا نعرف تفاصيل اللي صاروا ليش هو يعتبر تصعيد كبير من قبل إيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية الآن هذا كل اللي تشوفوه هذه كل أنواع أجهزة الطرد المركزي اللي تمتلكها إيران وكل ما يرتفع الرانك IR2 أو IR4 يرتفع معها طبيعة قوة تخصيب اليورانيوم أي بما معنى الـ IR8 اللي هو يعتبر أقوى جهاز طرد مركزي تمتلكه إيران هذا أقوى من الـ IR1 ب16 مرة قوي جدا هذا واحد من أقوى الأجهزة اللي هم يمتلكوها وهم يستخدمونه الآن كذلك على سبيل المثال IR2M هذا أقوى بأربعة مرات من الـ IR1 في عملية تخصيب اليورانيوم فلذلك الآن اللي المفروض إيران تعتمده بحسب الاتفاقية النووية أنه المفروض يستخدمون الـ IR1 فقط ومن يستخدمون أي من هذه الأجهزة وكذلك المفروض أن يخصبون اليورانيوم بنسبة 3.67% وطبعا هذه النسبة حتى نعرفها من 3% إلى 5% تعتبر هذه نسبة تخصيب منخفضة ومن توصل إلى 20% مثل ما هو حاصل الآن في إيران 20% وفوق هذه تعتبر نسبة تخصيب عالية وتساعد اليورانيوم طبعا كل ما ترتفع تساعد اليورانيوم أن ينشطر ويستخدم في المجالات العسكرية وهذا الأمر طبعا بالنسبة لإيران الآن شنو اللي يسوه حتى نعرف ليش هذا التصعيد وشلون صار الـ IR2M هما بدأوا يستخدمون هذا الجهاز من شهر الدعش 2020 العام الماضي وهذا طبعا أول مخالفة في الاتفاقية النووية مؤخرا وكذلك أنه هما سووا قبل يومين زادوا من سلسلة الـ IR2M أي بما معنى كل سلسلة أكو عدة سلاسل كل سلسلة هي بيها عدد من أجهزة الطرد المركزية يعني السلسلة الثالثة الآن اللي هما أعلنوا عنها بيها 174 جهاز طرد مركزي معناتها الآن بدأت تشتغل 174 جهاز طرد مركزي في تخصيب اليورانيوم وكل ما تزيد الأجهزة كل ما تزيد سرعة تخصيب اليورانيوم ولا زال هناك سلسلة رابعة هي متنصبة وجاهزة وكذلك هناك سلسلة خامسة وسلسلة سادسة وطبعا هذا الأمر يعتبر خطير جدا لأنه بزيادتها مثل ما قلنا تزيد سرعة تخصيب اليورانيوم وهذا من تزيد الحقيقة التخصيب بهذا الشكل يزيد الإنتاج فبالتالي هما بالاتفاقية النووية هما كل اللي عندهم واللي المفروض هما يسووا الإيرانيين بحسب الاتفاقية النووية المفروض ينتجون وينتلكون 203 كيلوغرام ما يصير أنه ينتلكون أكثر ولكن بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت مؤخرا أنه إيران تمتلك 2442 كيلوغرام من اليورانيوم وحتى نعرف قضية مهمة جدا أنه الرأس النووي البدائي حتى يتكون ويصير واقع بالنسبة لإيران لازم يخصبون 20 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى يحصلون على هذا الصاروخ طبعا ولازم من هذه الأجهزة لازم تشتغل تقريبا بشكل عام طبعا كل جهاز يختلف الـ IR8 وتختلف ولكن إذا شغلوا عملية وخصبوا هذه الأجهزة وفعلوها 1500 جهاز من الصبح لليل يعدت أشهر بنسبة 90% رح يحصلون على العشرين كيلوغرام وبالتالي يقدرون يسوون رأس نووي فإحنا هنا عندنا أمام موقف خطير جدا فواضح الخطة الإيرانية حتى نوضح أنه في منشأة نطنز النووية الإيرانية هم عندهم أسسوا 3000 فتحة تيجي فقط إلى الـ IR2M وبالتالي أن وصولهم إلى عدد 1500 يزيدون من عدد هذه الأجهزة هذه معناتها أنهم يخططون إلى عملية الوصول إلى التخصيب على أعلى المستويات وينطوم مجال أنهم ممكن أن يرفعوها في أي لحظة ورفع عملية التخصيب من 20% إلى 90% بحسب الكثير من الخبراء أكدوا أن الموضوع لا يحتاج إلى الكثير فبالتالي الآن هم ضافوا 174 يضيفون السلسلة الرابعة 174 وهكذا إذا وصلوا 1500 فمعناتها إحنا أمام لحظات خطيرة جدا خاصة وأن الزيارات الفجائية لوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن وقفتها إيران فهذا الموقف طبعا يعتبر تصعيدي كبير جدا الآن البعض قد يقول بأن يعني خلص الأمريكان وإسرائيليين ممكن يضربوها لهذه الأجهزة وينهون هذا الموضوع المشكلة هذا لم يعد واقعا وواقعيا على الأرض ليش؟ لأنه أصلا هذه منشأة نطنز النووية الموجودة في إيران في شهر سبعة 2020 صارت بها انفجارات في الداخل وصارت الاتهامات من قبل إيران أنه ما صارت انفجارات بسبب أي خلل معين في داخل المنشأة وإنما اتهموا إسرائيل وأمريكا أنه هم اللي ضربوها وعادة إسرائيل هي اللي تضربوا ما تعلن تعلن بعد فترة طويلة فلذلك الإيرانيين عرفوا اللعبة وخاصة عرفوا تماما أنه مهما تقدموا في قضية أجهزة الطرد المركزية بأن الموضوع دائما رح يتأخر ورح يضربوها الإسرائيليين ورح يأخروهم من الوصول إلى تخصيب أعلى وبالتالي هم حيكونون الطرف الأضعف في الاتفاقية النووية وخاصة أن هذه المنشأة ممثلا عن الحدود الإيرانية أبدا هي في العمق الإيراني وماكو غير الـ F-35 هي اللي ممكن أن تسوي هذا النوع من الضربات إذا كانت فعلا إسرائيل هي المسؤولة عن هذه الضربة هي الوحيدة اللي تقدر تتخفى من الرادارات وتقوم بهذه الضربات طبعا هناك العديد من الأنواع من الطائرات طبعا اللي ممكن أن تتخفى من الرادارات ولكن بالنسبة لإسرائيل هم معتادين أن يستخدمون الـ F-35 لذلك الإيرانيين تعلموا من هذا الدرس وعلى هذا الأساس وبعد الضربة اللي صارت في شهر 7-2020 هذي بدوا يشتغلون على عملية حفر المنشأة وتهيئة المنشأة منشأة نطنز الدولية النووية أن تكون عفوا داخل الجبال وأن تكون تحت الأرض فلذلك هذه طبعا صورة من السيترايت في 1-12-2020 يعني بعد أشهر بسيطة من الضربة اللي صارت خلوا المنشأة تحت الأرض في هذا الجبل تحديدا اللي هو قريب جدا من المنشأة وكذلك واضح أنه الـ Size هذه طبعا هي الـ Tunnel Interest اللي هي طبعا المدخل بالنسبة للمنشأة اللي هي تحت الأرض وبحسب هذا السيتلايت مثل ما هو موضح اللي هو موضح أن هذه البوابة approximately the size of building destroyed in July explosion يعني تقريبا أنه هذه البوابة واضحة جدا هي نفس السايز لمنشأة نطنز اللي هي انضربت في شهر سبعة الفين وعشرين فواضح جدا أن إيران عرفت هذه اللعبة وعرفت الشيء السوي فبالتالي شنو اللي تقدر تسويه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حتى توقف هذا الموضوع نهائيا تقريبا لا شيء لأنه هناك حمايات أيضا وهياكل في الداخل بحسب التقارير اللي إجتي داخل هذه الجبال فبالتالي إن تقعد تضرب الجبل ما رح تيجي بيك أو ما رح توصل إلى أي نتيجة نهائيا الخارجية الأمريكية على رسال نيت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الرجل بنفسه تحدث وقال إحنا بالنسبة أن الصبر يعني ليس بلا حدود معنى ذلك إنه نالك حدود وهذه هي المرة الثانية التي يكررها نيت برايس بالحديث عن طبيعة الصبر اللي هم يمتلكوا تجاه هذه القضية وتجاه هذا التخصيب بحسب التخصيب